يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قلنا أن هذه الآية فيها قوله تساءلون به والأرحام فيها قرعتان قراءة أولئك لهم سبعية الأرحام والقراءة الثانية الأرحامي تساءلون به والأرحامي فعلى قل تساءلون به على قراءة النصب يكون المعنى واتقوا الله واتقوا الأرحام يكون معطوف الأرحام معطوف على لفظ الجلالة ويكون الله تعالى أمر بتقواه وأمر بتقوى الأرحام وتقوى الأرحام هو حفظها وصيانتها والقيام بما يجب لها من الحقوق هذا قول ولا إشكال على هذا القول القول الثاني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي هذه القراءة من أهل العلم من ردها من أهل العلم باللغة من ردها قالوا لأنه لا يصح عطف المظهر على المضمر فإن دون ععادة العامل فإن قوله به والأرحامي أي به وبالأرحامي لكن لا يصح في كلام كثير من النحاة هذا العطف والصواب أنه يصح قد جاءت له شواهد وإذا جاءت شواهد لهذا فإنه يكفي هذه القراءة السبعية في إثبات صحة هذه صحة عطف الضمير صحة عطف المظهر على المضمر ولكنه خلاف العصر أو خلاف الكثير في كلام العرب فإنه الكثير في كلام العرب ذكر العامل فيما إذا عطف مظهرا على مضمر عطف اسما ظاهرا على مكنن مضمر فماذا يكون المعنى تسألون به يعني بالله مثل قولك أسألك بالله ولكن كيف يكون المعنى تسألون بالأرحام تسألون بالأرحام يعني تذكرون الأرحام في ما بينكم من الحقوق كقول هارون عليه السلام لأخيه موسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ذكر الصلة بينه وبينه الرحمة التي بينه وبينه ليحفظ حقه ولا يتعجل في الحق اللوم والمذمى به قبل أن يسمع منه فهذا من السؤال بالرحم لكن هذا السؤال بالرحم هل هو بمعنى الإقسام الجواب لا لأنه لا يجوز الإقسام إلا بالله تعالى وبأسماءه وصفاته لكن هذا من باب التوسل بما يعظمه الإنسان لإدراك حقه فهو من باب ذكر السبب في الحاجة من باب ذكر السبب في الحاجة وقد ذكروا لذلك أن عبد الله بن جعفر كان إذا سأل علي بن أبي طالب قال أنشدك بحق جعفر وجعفر أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذا هل هو سؤال قولي أسألك بالله الجواب لا لأن السؤال بالله إقسام وهنا ليس إقساما إنما هو ذكر سبب يوجب العطاء وذلك أنه سأله بالرحم التي بينه وبين علي رضي الله عنه وخوته لجعفر كونه عمه طيب هل هذا من باب الإقسام بالذوات الجواب لا لأنه لو كان إقساما بالذوات كان الأولى به أن يقسم بمن بالنبي لأن النبي أولى وأشرف حقا من جعفر وأكثر تعظيما من جعفر عند علي لكنه قال أنشدك بحق جعفر فمثل هذا جائز قال ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام إن هذا نظير التوسل إلى الله تعالى بصالح العمل نظير التوسل إلى الله تعالى بصالح عمل مثل الذي جرى من الثلاثة الذين أووا إلى الغار حيث سألوا الله تعالى بصالح عمالهم فهذا ذكر سبب يوجب حصول المطلوب سبب يدرك بالإنسان مطلوبه نعم